أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ذكرت الآيات في أول النص أن الله تبارك وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا وزينت لهم الحياة الدنيا ليس معناها أنها ليست جيدة وجميلة من نسبة للمؤمنين ولكن قصروا همهم على الحياة الدنيا وانشغلوا بها ومتحصيلها بشكل صحيح أو غير صحيح لأنها هي هدفهم ولا هدف بعد ذلك للآخرة وهنا تكون المشكلة والاختلاف والابتعاد عن الدين في هذه الحلقة سنتقلم عن الاختلاف يعني الخروج من الحق إلى الباطن هذا حصل في كل دين من الأذيان فبعد أن كان الناس أمة واحدة كما ذكرنا في النص السابق كانت أمة واحدة ولكن اختلفوا أي ابتعدوا عن الحق الذي أنزله الله من ذرية آدم بعد آدم كانوا كلهم على شريعة آدم فربنا تبارك وتعالى رحمة بالناس لم يتركهم سلاب بل ذكرهم ليردهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الأرض وجعله خليفة له إن جعلهم في الأرض خليفة والخليفة يقوم بأمر مستخلفه ويتحرر عن العبودية لغيره إذن ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان ليكون حرا والحرية الحقيقية هي التحرر من العبودية لغير الله وطاعة الله وحده فالذين زينت لهم الحياة الدنيا إنهمك وراء أهوائهم وشهواتهم أضل من الأنعام كما قال تعالى فئات إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ولكن ربنا لم يترك الناس هملا بل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب السماوية مع الرسل ليقيموا حكم الله وهذا ما تحدثنا عنه في آخر الحلقة السابقة كان الناس أمة واحدة أي جماعة واحدة بعد نزول آدم إلى الأرض ينفذون شريعة آدم التي أمره الله أن يعلمها لأولاده فبعث الله النبيين بعد آدم اختلفوا وافترقوا فبعث الله النبيين مبشرين لمن أطاع الله بالجنة ومنذرين لمن عصى الله بالعقاب الشديد في الآخرة وأنزل معهم الكتاب لم ينزلهم توجيهات هكذا بل معهم كتب سماوية أنزلها عن طريق الوحي لماذا أنزل الكتاب؟ انتبهوا أيها الإخوة كثير من الناس يأخذ المصحف قبلوا حطوا رأسه ولكن لا علاقة له بالمصحف إنما يطيع شياطين الإنس والجن ربنا يقول وأنزل معهم الكتاب أي الكتب السماوية جنس الكتاب بالحق أي بدين الحق بأدان الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إذن الاحتكام إلى شرع الله الذي ينزله في كتبه هو الأصل من إنزال الكتب لتحرير الإنسان العبودية لغير الله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه الله أنزل الكتب على كل قوم وأرسل لهم رسولا ليحكموا بهذه الكتب ويحتكموا إليها ولكن اختلفوا اختلفوا بعد إيش؟ بعد ما جاءهم الحق أي بعد ما جاءهم الدليل على أن هذا مرسل من عند الله وأن هذا الكتاب أنزله الله ليطيعوه وليعملوا مما فيه لماذا اختلفوا؟ يقول تعالى بغيا بينهم أي يريد أن يتسلط بعضهم على بعض ومن أجل ذلك لا يحبون الاحتكام إلى كتاب الله بل يحبون الاحتكام إلى أهوائهم وشرائعهم وشياطينهم حتى يتسلط بعضهم على بعض الآية الصريحة وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم يعني للبغي بينهم للتسلط ولذلك يا إخواني في العصر الحاضر تشاهدون كثيرا من الناس لا يحبون ما أنزل الله أقول لك نحن المسلمين طبعا المنافقون ولكنهم كرهوا ما أنزل الله ولا يريدون حكم الله وإذا أراد الناس أن يقيموا حكم الله فسأوا انقلاب عليهم استعينوا بالعسكر بالجيش العسكر من أجل حماية الناس ولكنها في العصر الحاضر صارت تنقلب على الناس لتقتل المسلمين ويبقى المجال للفاسدين لماذا يعمل الفاسدون هكذا؟ من أجل أنهم يريدون أن يصلوا إلى أهوائهم وشهواتهم في التسلط على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى دمائهم فمن أجل هذا أنزل الله الكتب وما اختلف الذين من بعدهم إلا الذين فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات أي الدلائل على أن هذا الكتاب من عند الله بغيا بينهم ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى في آخر الديانات السماوية كان النبي يبعث في قومه خاصة رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول وابعث للناس عامة في رواية كافة أرسله الله بهذا القرآن للبشرية جميعا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله هو الهادي ما هو فلا الذي دعانا إلى الحق والذي هدانا؟ لا هذا واسطة ووسيلة ولكن الله هو يهدي من يشاء فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بعث الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن بينا واضحا فيه الدلال على أصول الإيمان أسس الإيمان تكررت في القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاعبدون ما لكم من إله غيره تكررت كثيرا جدا هذه أسس الإيمان والإيمان بالنبي أيضا والإثباتات بالنبوة والمعجزات وكذا جاءت مفصلة موضحة فجاءت دلالته على أصول الإيمان واضحة جلية وبين هذا القرآن أن المراد منه تحرير الإنسان من العبودية للمخلوق فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق آمنوا بمن؟ آمنوا بالرسول صدقوه أنه مرسل من عند الله وأن هذا الذي ينزل عليه وحيا من السماء ليس القرآن فقط وحي من الله لا قال تعالى وما ينطق عنه هواء هو إلا وحي يوحى فهذا القرآن وحي يتلى وهناك وحي آخر يفصل ويبين هذا القرآن وهو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فالمؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين عرفوا صدقه وعاينوا معجزاته في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه سمعوا بمعجزاته الحسية وعلموا المعجزة الكبرى التي هي القرآن وادركوا أن هذا لا يمكن أن يأتي به بشر إنما هو من عند الله خالق البشر هؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اهتدوا لما اختلف فيه الناس اختلف الناس في الحق فهذا يحاول أن يغير ويبدل هذا يحاول أن يحرف مسار القرآن يكون معناه كذا فيقول كذا كما ذكرت لكم مرة من لا أذكر في أي حلقة قديمة أو حديثة أن أحد المفاتي كان يقول للناس سمعته يتحدث قال أهل النار يسرون في النار بعد فترة ويسعدون ويتلذذون حتى لو طلب منهم أن يخرجوا لا يريدون أن يخرجوا لأنهم يتلذذون بالإحراق كذب هذا وحرف القرآن ما حرف نص القرآن ولكن حرف المعنى إلى معنى غير صحيح وهو لا يؤثر في تحريفه هذا على من يفهم القرآن ويقرأ القرآن لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن في آيات كثيرة عذابا أليمة خالدين فيها فالعذاب الأليم لا يمكن أن يكون لذي ثم من المعجزات التي أشرت إليها عندما كنت أتكلم عن معجزات القرآن في حلقة سابقة أن الله قال سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فتبين في القرن العشرين بعد أجل التجارب علماء التشريح وعلماء الطب أن الخلايا الألم العصبية تنتشر في كل جلد الإنسان وهي التي تنقل الحرارة والبرودة والشعور بالحر والإحراق وكذا فهذه الجلود ربنا يقول إذا احترقت إذا احترقت ما رجعت ما عاد في ألم يقول تعالى أبدلناهم جلودا غيرها ذوق العذاب فكذب هذا المفتري على الله ويريد أن يفسر كتاب الله بما يهوى ليضلل الناس وهو ظل من أجل أن يبعدهم عن الله وما يخافوا من نار جهنم مع أن الله سبحانه وتعالى حذر المنافقين والكافرين والفاجرين والخارجين عن أمر الله حذرهم نار جهنم منظروا إلى هذا التحريف الذي يقوم به بعض الناس ليختلف الناس عن دين الحق ويخرجوا عن دين الحق ما يطيعوا الله لا بخاف لأن هذا العذاب الأليم ليقول لذب بعد لا كذب ليس لذب عذابا أليما فالله يهدي للذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقه من قلبه تصديقا جازما صحيحا يهديه الله تبارك وتعالى لما اختلف فيه الناس أي لما خرج الناس فيه عن الحق ويهتدي إلى الحق ويتمسك به أكثر فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمشيئته إلى الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم انتبهوا يا أخوان القرآن يفسر بعضه بعضا وأنا ذكرت من قديم أكثر من مرة أن تفسير القرآن يكون أولا بالقرآن آية تفسر آية وتوضح معناها أو يكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن مهمته البيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فإن لم نجد ذلك في القرآن ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نرى ماذا قال الصحابة في هذا المعنى لأن الصحابة عاشوا عصر التنزيل وكانوا تحت رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته وكنفه فهم يفهمون القرآن أكثر منا وسدقتهم العربية أفضل منا فنرى ماذا قالوا ثم ما أجمع عليه التابعون ثم نجتهد رأينا وقد اجتهد العلماء المجتهدون في هذا الدين لأن الله هداهم إلى الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم الأئمة رضي الله عنهم الأئمة الفقهاء من الصحابة ومن جاء بعدهم فقرروا الاجتهاد كان في مذاهب كثيرة للصحابة رضو الله عليه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس أبو بكر الصديق سيدنا عمر رضي الله عنه كانوا من فقهاء الصحابة وكان لهم آراء ولكن آراءهم انتقلت من جيلا إلى جيل الآخر شفاهة إلى أن استقر عهد التدوين فاشتهرت المذاهب الأربعة أكثر اشتهارا لأنها ثبتت ودونت ألا إما الأربعة الإمام الشافي أبو حنيفة مالك أحمد نحنبل كان لهم تلاميذ سجلوا المعلومات عنهم ودونوها فحفظت وضبطت وضبطت قواعدها فالله تبارك وتعالى هدى في هذه الأمة من ضبط قواعد الاجتهاد ومن ضبط قواعد الدين بشكل صحيح ما عاد يأتي واحد يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الوعاث كان يقول حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقوله الرسول وهو كذب فقالوا له كيف تكذب على الرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار قال أنا أكذب للرسول يعني حتى أيد دين ولا أكذب عليه قيل له هل يحتاج الدين لأن تؤيده أنت أن تعلم الناس الدين واسكت أما أنت إذا كنت تجهل الدين فنست صالحا للتعليم ما في حاجة للكذب وما عاد في إمكانية واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونت الأحاديث الصحيحة ولكن دونت ماذا؟ بعد أن ضبطها علماء المسلمين في الصدر الأول من عهد التابعين بدلوا الجهد ونخلوا الحديث نخلا حتى لم يبقى حديث إلا بيّنوه هذا درجته صحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من عدل الضابط من لد السند إلى منتهى من غير شزوز ولا علة واضحة ولا علة خفية أو ظاهرة وأما ما نزل عن رتبة الصحيح فهو الحسن فهذين الصنفين يؤخذوا بهما في الأحكام الشرعية لأنه يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالهما وقد تأتي هذه الأحاديث بطرق متعددة ثلاثة طرق أربع طرق وأكثر فتسمى المشهور والمتواتر مثل القرآن ما نقله جماعة يستحيل في العقل ثواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس فضبطت السنة والقرآن حفظه الله قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فحفظ القرآن وحفظت السنة ودونت فجاء العلماء المشتهدون فقوّع قعد القواعد وضبطوا النصوص واستنبطوا الأحكام الشرعية كما قال الله تبارك وتعالى ماذا قال الله تعالى في آية أخرى؟ قال سبحانه ولو ردوه إلى الله ورسوله أو إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني أي حكم أو حادثة أو مشكلة حصلت معكم تردوها إلى الله والرسول كيف نردوها إلى الله؟ نردوها إلى كتاب الله كيف نردوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد توفي؟ نردوها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يستنبط الحكم من الكتاب والسنة؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي العلماء الأتقياء الواعون الفاهمون للكتاب والسنة يستطيعون أن يستنبطوا حكم هذه الحادثة من الكتاب والسنة مثل الطبيب والصيدلي الحكيم الطبيب يفهم العلة والصيدلاني يستطيع أن يستنبط الدواء لهذه العلة التي أخبر عنها الطبيب فنحن طبنا لسلوكنا في الحياة سلوكنا الصحيح المتحرر عن العبودية لغير الله طبنا هو في القرآن والسنة من الذي يستنبط الحكم الشرعي ويستخلص الدواء لعلاجاتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية العلماء المجتهدون لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهؤلاء هداهم الله تبارك وتعالى بفضله وإحسانه هداهم إلى ما يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم الله سبحانه وتعالى كما قال في أول النص زين للذين كفروا الحياة للدنيا والذين يخالفون عن أمر الله كما مر معنا في هذه الآية التي نحن في صددها هؤلاء يحاولون يخالفون الحق ليتسلطوا على عبيد الله فماذا ينبغي أن تعملوا نجاهدهم بلساننا وجاهدهم به جهادا كبيرا وهم يحاولون أن يتسلطوا علينا بالعنف والقوة كما ترون في العصر الحاضر ماذا يريد الناس؟ ماذا يريد الناس المسلمون من الحكم؟ يريدون أن يتحرروا من الطاغوت من الفراعنة من الخنازير من المجريين وأن يخضعوا لحكم الله خالق الكائنات هذا الذي يريدونه لا يريدون شيئا آخر الذين كفروا وزينت لهم الحياة للدنيا هل تظنون أيها المؤمنون يتركونكم هكذا تطيعون الله؟ هل فرعون موسى ترك الناس ويتركون الله ويتركون طاعته؟ لا ما يرضى بهذا كيف تتحررون من طاعته وهو ينهش في أجسامكم وفي لحومكم وفي أموالكم وفي أعراضكم ما يترككم هكذا؟ لذلك سيعمل كل جهده لقتالكم ولإرهابكم هم الأرهابيون هؤلاء ولكن نحن نعيش عصد الدجال عكسات المفاهي فلا يمكن أن يتركوكم إذن إذا تسلطوا عليكم ماذا تفعلون؟ تصبرون تصبرون صبرا يؤدي إلى النصر فإذا استعمل معكم السلاح تقاومون بالسلاح حتى ينصركم الله هذه سنة الله في الأرض ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من هذا النص أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب نعم أيها الأخوة امتحن الصحابة وتسلط عليهم الكفر في مكة ثم خرجوا إلى المدينة فعاشوا مع المنافقين وجاءت جيوش الكفر من خارج المدينة بتأييد وبتحميس وبتشجيع وتنظيم من اليهود كما يحصل الآن تماما فصبروا صبروا حتى نصرهم الله وإن كان راح منهم شهداء ولكنهم ثبتوا لأنهم يجاهدون في سبيل الحق أما أولئك يجاهدون في سبيل الدنيا وستذهبون هم والدنيا في أناس يشتهرون أيها الإخوة بالخير والحق في أناس يشتهرون بالفساد والضلال والتسلط والطبيان فبعض الناس الذين خربوا بيوت الناس ودمروا بيوتهم وقتلوا أبناءهم ونساءهم اشتهروا في العالم كله وسائل الإعلام في كل مكان تتكلم عنهم ولكن تتكلم لماذا؟ إذا كانت بعضها تنافق وتتكلم بلطف ولكن فيما بعد تكون شهرتهم والعياذ بالله تعالى كما تشتهر خنازير الفاجرة المتسلطة في الأرض النجسة وفي الآخرة لهم عداما عظيم ولذلك يبين الله تبارك وتعالى أن سنة الكون في هذا العالم المادي هي الابتلاء أم حسبتم؟ بل حسبتم وظننتم أن تدخل الجنة هكذا صلي لك ركعتين وتترك الكافر يتصدط عليك لا لابد من مقاومته مقاومته باللسان بالدعوة وإذا احتاج الأمر بالسلاح تدافع عن نفسك وعن دينك ولما يأتكم مثل انظروا إلى من سبقكم في الأمم السابقة كلهم يتصلط عليهم الكفار والمنافقون من أجل أن يستعبدوهم فيجاهدون ويشتد الأمر عليهم ويشتد البأس بالنسبة إليهم حتى أن رسولهم وأمته المؤمنة به يقولون يا ربنا متى يأتينا النصر وقد وعتنا بالنصر تجيبهم الأنبياء بوحي من الله ألا إن نصر الله قريب نعم قريب قد يطول سلتين وثلاثة وأربعة وعشرة ولكن كل آت قريب أما الذي لا يأتي فهو بعيد كل آت قريب فإذا اشتدت المعركة على الناس في بلاد الشام أو في غيرها فليس معنى هذا أن النصر لن يأتي إذا امتد الزمان بالشدة على الناس فليس معنى ذلك أن الله يخذو لهم ولن يأتي نصر الله لا لأن الكفار يضعون كل ثقلهم في كل العالم من أجل حماية هؤلاء اليهود في تلك المنطقة فلذلك تشتد المعركة ويتكاثر الكفار علينا كما حصل في غزوة الأحزاب ولكن بعد أن انقشعوا وانصرفوا في غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا فإذا انقشع الظلام في المنطقة الشرق الأوسط بإذن الله وابتعد تسلط الكفار عنا بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق عملائهم بإذن الله سيستقر الحق وينتشر الحق في المنطقة كلها ولذلك ترى أنه يتعاون مع هؤلاء الظلماء كل الموجودين في منطقة الشرق الأوسط حتى ممن يدعون الإسلام فينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يظنون أنفسهم أنهم من المؤمنين لا الذي ينفق ماله لقتل المسلمين سواء كان في شمال اليهود أو في جنوبها فهؤلاء المنافقين الذين يعبدون أمريكا التي تسير في ظل الصهيونية العالمية أيها الإخوة المؤمنون نصر الله قريب ولكن الشدة قد تطول لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الكفار لن يتركوا تسلطهم بأمر مصير زينت لهم الدنيا زينة للذين كفروا الحياة الدنيا فهل تظنون أنهم يتركون الدنيا كلها من أجل المؤمنين يطيعوا ربهم لا لن يتركوهم سيبزلوا كل جهدهم وسيتعاون معهم كل كافر يمكن أن يصل إلى هدف التسلط على المسلمين في ذلك ولكن نصر الله سيأتي إن صدقنا وإن تألفت قلوبنا على الحق وإن كنا يدا واحدة أحد الآباء جمع أبنائه وأعطى لواحد منهم رمحا قال اكسره فكسره ثم جمع مجموعة من الرماح مع بعضها البعض وربطها وقال اكسروها فلم يستطيعوا أن يكسروها ولذلك قال الشاعر يا بني إن الرماح إذا أبت الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحده ولذلك نوصي المجاهدين في سبيل الله قبل أن يقولوا متى نصر الله يقولوا ماذا فعلنا نحن هل نحن متفرقون أم نحن قوة واحدة نريد أمر الله ونريد أن نطيع الله ونتحررنا الطغوط إذا كانوا كذلك ينصرهم الله بإذنه في العاجل أو في الآجل ويضع لهم أسباب النصر بإذنه سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب وهكذا كان في غزوة الأحزاب كما قلت لكم وأشارت القرآن إلى هذا في قوله تعالى إذ جاءوكم يعني قريش وحلفاؤها ومن رأيها اليهود تمدها بالمال إذ جاءوكم طبعا نحن عندنا الطغوط الذي يقتلنا تمده بعض الدول بالسلاح والمال والرجال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم أسفل المدينة ونحن جاءونا من فوقنا ومن شرقنا الشيعة ليظنوا حانهم مسلمين راجعوا الدين الحق من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار شعر المسلمين كأنهم شيء بسيط جانب بحر ضخم من الكفر حولهم يريدوا أن يبيدهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحماجر يعني كادت الواحد تطلع روحهم وتظنون بالله الظنون أنه سينصرنا الآن قلنا لسا متى سينصرنا الله هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزلوا يعني يحركوا من الخوف كأن الخوف صار يهزهم هز وجاء نصر الله بعد ذلك أرسل ريح فهرب الكشركون وانقشعت الظلمة ودون أن وكفى الله المؤمنين من قتال فنحن إن كنا نجاهد ونقاتل نقدم الشهداء وهم سعداء عند الله إلى أن يأتي النصر بإذن الله وكل ما نوصي به عباد الله المؤمنين أن يهتدوا إلى ما أمر به الله سبحانه وتعالى في الوحدة والتماسك على أمر الله وعلى الصراط المستقيم الذي يقرؤونه إن كانوا يصلون في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وهو طريق الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين اشتركوا في القناة